عرص جماعي لأكثر من مئة زوج نظمته السلطات النيجيرية المحلية في ولاية كانو ذات الأغلبية المسلمة شمالية البلاد وذلك خلال حفل الهدف منه الحد من ظاهرة الترمل أو الطلاق وتوفير العيش الآمن لعائلات مشتتة في منطقة مضطربة ليس بوسعي سوى أن أشكر الله إنها مشيئته وأنا سعيدة ورغم أن تنظيم الأعراس الجماعية شمال نيجيريا من قبل الشرطة الدينية أمر متداول فإن المنطقة تشهد أعلى نسب للطلاق أعتقد أنه من المؤسف أن تتدخل الولاية في مسألة شخصية مرتبطة باختيار شارك حياتك إذا كنت تريدينه أم لا واختيارك بأن تقرر ما الذي تريدين أن تفعليه متى شئت ذلك ويقول خبراء أن أغلب حالة الزواج على هذا النحو تفشل بسبب حداثة سن العروس التي لا تدرك بعض الواجبات التي تتطلبها الحياة الزوجية ترجمة نانسي قنقر